بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة الدرس الثالثة إلى عنوان Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية رح ندرس هنا Curve Another Curve ما يسمى PT Diagram أو يسمى أيضا Face Diagram فقط هنا للإشارة شباب مجرد ذكر أنه Face Diagram فهذا يعني أنه P أو Pressure في Y and Temperature في X في هذا الرسمة رح نلاحظ ثلاث خطوط الخط الأول يسمى Sublimation Line الخط الثاني يسمى Vaporization Line الخط الثالث يسمى Melting Line هنا نبدأ بالخط الأول أو دراسة الخط الأول اللي قلنا إيش اسمه؟ اسمه Line of Sublimation وهو هذا الخط هذا الخط يفصل لي بين إيش؟ يفصل لي بين حالة وحالة الحالة الأولى هي Vapor الحالة الثانية هي Surred يعني هنا يفصل بين Two States فهذا الخط تحديدا هذا الخط اللاحظ فيه إيش؟ اللاحظ فيه إتزان بين إيش وإيش طبيعي جدا بين السولد والفايبر بالطبع هذا الخط أيضا زي ما قلنا يفصل بين السولد والفايبر الخط الثاني في هذا الكيرف ويسمى Line of Vaporization وهذا الخط بما أنه Vaporization كانت تذكره قبل سمينا Vaporization هي التنقل بين الليكويد والفايبر فهذا الخط أي شي يمثل لي؟ يمثل لي خط الإتزان بين السائل وبخار الماء نهاية هذا الخط كان نلاحظ هنا تسمى إيش؟ تسمى Critical Point وهي نقطة الحارجة يعني اللي بعدها هناك أشياء أخرى يمكن دراستها إن شاء الله في مستويات متقدمة الخط الثالث وهو خط إيش؟ خط Line of Melting or Fusion وزي ما قلنا هذا الخط يفصل لي بين إيش؟ يفصل لي بين السائل والسولد نلاحظ هنا شيء معين أنه هناك خطين خط الملتينج هذا وخط الملتينج هذا راح نلاحظ أنه هذا الخط Melting يفصل بين إيش؟ يفصل بين Substance that contract on freezing يعني المواد التي تتقلص عند التجمد وهذا الخط يفصل بين إيش؟ المواد التي تتمدد عند التجمد بالطبع في هذم الخطين إيش عنا؟ عنا اتزان ما بين السائل والسولد هذم الخطوط الثلاثة يلتقي في إيش؟ يلتقي في نقطة معينة تسمى Triple Point أو النقطة الثلاثية بالطبع النقطة الثلاثية بما أنها التقاء هؤلاء الخطوط الثلاث فهناك إيش؟ هناك اتزان طبيعي جداً ما بين Solid, Liquid and Vapor يعني هذه النقطة تحديداً يحدث بوجود ثلاث حالات للمادة النقية Solid, Liquid and Vapor هنا فقط للإشارة أو يمكن بعض الشباب يتساءلوا إيش المواد اللي يمكن تتجمد؟ وهناك يقع فيها التمدد وما هي المواد التي عندما تتجمد تتقلص؟ هنا فقط للإشارة أود القول بأن الماء خلقه المولى عز وجل إنه خلق عندما يتجمد يتمدد وهذا يعني من فضل الله علينا ليش؟ لأن نلاحظوا أن في المحيط السمالي أو المحيط الجنوبي هناك كتل من الجليد تطفو فوق الماء فلو شاء المولى عز وجل إنه الجليد عندما يتجمد يتقلص فالدنسيتي حقته رح تزيد فإذا رح ينزل في الماء تحت في ماء البحر وهنا مستوى سطح البحر رح يزيد ولقدر الله يمكن الماء يمر على جميع المدن المحاذية للسواحل فهذا من فضل الله علينا هنا إن كنت خلصت هذا المحاضرة فقط أود السؤال هنا بما أنه في عندي two lines of melting two lines of melting السؤال الأول line of melting يفصل لي بين أيشو إيش solid liquid vapor أيش يفصل لي تحديدا وأيضا هناك خطين فنبغى نعرف الخطين الفاصلين هذون إيش فرق بينهم يعني إيش يمثلوا تباعا ترجمة نانسي قنقر